تلق داسة البابا فرنسيس صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بوتروس بالفاتيكان وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها يقدم لنا إنجيل الأحد الثاني من زمن الصوم حدث تجلي يسوع بعد أن أعلن آلامه لتلاميذه بأن لا يحيد أعينهم عن هذا النور أبدا ولا سيما في اللحظات القريبة من الآلام وتابع البابا فرنسيس يقول نحن المسيحيين مدعوون للقيام في مسيرة الحياة لأن نضع نصب أعيننا على الدوام وجه المسيح المشرق ونبحث عن وجهه المملوء رحمة وأمانة ورجاء وسيساعدنا على القيام بذلك الاستمرار بالصلاة والإصغاء إلى الكلمة والأسرار وخلص الحبر الأعظم كلمته بالقول لتساعدنا العذراء مريم المشرقة بنور الله على أن نبقي أنظارنا ثابتة على يسوع وأن ننظر إلى بعضنا بعضا بثقة ومحبة